من كرة القدم المصريبة إلى كرة اليد أترى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين الجدل بقرار جديد أنا شايفه قرار صحي بصراحة بعد يعني هو القرار إن إحنا معنا 90 يوم بعد أما اللعب يخلص عقده باختصار يعني القرار كده بعد 90 يوم ما لكش حق إنك تشتكي دي قصة كلها باختصار أي فريق هيشكوا لعب في حدود 90 يوم متاحة إنما بعد 90 يوم من انفصال اللعب خلاص ما لكش حق إنك تشتكي ده في بيان رسمي يفيد بأن لا يجوز التقديم بتلك الشكاوى بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التعاقد مع الفريق لذات السنة المقدم بها الشكوى وقال اتحاد كرة اليد يجب تكليف من يلزم بالإعلان اللاعبين واللعبات المتعاقدين مع ناديكم بذلك ضماناً لكمول الشكاوى شكلاً والنظر والبت في موضوعها وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد المصري لكرة اليد من أجل الحد من الشكوى التي تقدم بها الأندية ضد اللاعبين بحسب ما ذكروا البان الرسمي يعني هي فكرة ان انت تستنى وقت كبير وبعدين تشتكي اللاعب هي أصلاً فكرة أنا شايفها صحة يعني لازم تبقى بتشتكي على طول ترجمة نانسي قنقر